أهلا بكم من جديد تحدث الرئيس الأمريكي قبل قليل الأمريكيين حول القرار الأخير بيسحب مجددا من الاحتياط النفطي هذا هو هشام برار من البيت الأبيض اللعنة على مزيد من التفاصيل وأيضا ينضم إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية ميشيل غندور ومعي وفاء جباعي من البنتاجون مرحبا بكم جميعا شكرا لكم تفضل هشام وتبعا جريق الرئيس الأمريكي جاء في وقت تشير فيه استطلاعات رأيين متتالية إلى أن ارتفاع سعار البنزين لا يزال هما يقلق ويؤرخ الناخب الأمريكي قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات النصفية قار الرئيس الأمريكي سحب 15 مليون برميل إضافي من الاحتياط الاستراتيجي للنفطي الأمريكي يأتيه على شكل دفعة متبقية من برنامج خطة على نهار الرئيس الأمريكي في مارس الماضي للحد من ارتفاع الأسعار المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الرئيس الأمريكي يتخذ هذه الخطوة ردا على قاري منظمة أوبيك بلاس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا طبعا الولايات المتحدة تستهلك حوالي 20 مليون برميل في اليوم لكن هذه الخطوة يأمل الرئيس من خلال على الأقل إرسال رسالة واضحة لأسواق النفط الأمريكي عبر ضخ هذه الكميات دفعة واحدة من أجل الحفاظ أو على الأقل الحد من هذا الارتفاع المضطرد قبل موعد الانتخابات الرئيس الأمريكي أيضا حاول تحفيز شركات النفط الأمريكية على مزيد من التنقيب والإنتاج بالقول بأنه يعتزم إعادة ملء مخزونات الاحتياط الاستراتيجي في الشتاء المقبل عندما تتراجع أسعار الخام إلى حوالي 70 دولار للبرميل الرئيس الأمريكي أيضا انتقد بشدة شركات النفط العالمية واتهمها بالتلعب في الأسعار رغم تحقيقها في هذا الضرف أرباحا غير مسبوقة منذ 17 عاما على الأقل طيب رحب بك ميشيل غندور مراسل الحرة من وزارة الخارجية الأمريكية ما هو الملف الذي يسيطر على أروقة الخارجية الأمريكية اليوم؟ الملف الأساسي المثار منذ يومين تقريبا هو نقل إيران إلى روسيا مسيرات وما حكي أيضا عن إمكانية ناقل صواريخ أرض أرض إيرانية إلى روسيا فيما يتعلق بالمسيرات أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتال قبل قليل أن الولايات المتحدة ستنضم إلى بريطانيا وفرنسا في إثارة هذه القضية في جلسة مغلقة أمام مجلس الأمن ستعقد بعد ظهوري هذا اليوم ورحب باتال باسم الولايات المتحدة بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب نقلها لهذه المسيرات وقال أن الولايات المتحدة تملك أيضا عدة في صندوقها لمحاسبة إيران على ما تقوم به من ناحية أخرى فيما يتعلق بما حكي عن وساطة أمريكية جارية بين السودانيين من أجل التوصل إلى تسوية في السودان أكد باتال أن الولايات المتحدة لا تتوسط بين السودانيين إنما الحوار جار بقيادة سودانية من أجل التوصل إلى قيام حكومة مدنية تؤدي إلى انتخابات وتنهي الصراع في السودان من ناحية أخرى باتال أكد أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل مع الأمم المتحدة من أجل تمديد الهدنة في اليمن أشار إلى أن هناك عناصر أساسية في هذه الهدنة ما زالت صامدة وهذا أمر مرحب به وأثنى على جهود الحكومة اليمنية السعودية عمان وغيرها في الدفع نحو تمديد الهدنة أخيرا النائب المتحدث باسم الخارجية قال إن المبعوث الخاص أو كبير المستشارين أموس هوكستين لا يزال يعمل على توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحري وأشار إلى أن الوزارة تعمل على اللوجستيات من أجل عقد اجتماع في النقورة في الأيام المقبلة بين الطرفين لإنهاء هذه العملية شكرا ميشيل الأحكام العرفية الآن أعلنت في المناطق الأربعة التي ضمتها روسيا مؤخرا كيف علق البنتاجون وفاء على هذا القرار نعم جرير المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر وفي مقابلة خاصة مع الحرة أكد أن هذه القرارات أو هذا القرار لن يؤثر على واقع الأرض المعارك على الأرض في أوكرانيا لأنه أولا الأوكرانيون يواصلون القتال بشراسة لاستعادة أراضيهم أيضا المجتمع الدولي ومعه الولايات المتحدة مصمم على مواصلة المساعدة لأوكرانيا عسكريا وتأكد من استمرار تدفق هذه المساعدات وتأمين كل ما تحتاجه القوات الأوكرانية في هذه الحرب أيضا يؤكد البنتاجون على لسان الجنرال رايدر بأن روسيا لا تزال تعاني من المشاكل اللوجستية أيضا من مشاكل في القيادة وأيضا في تأمين الإمدادات لقواتها وهذا الأمر دفعها إلى اللجوء لدول مثل كوريا الشمالية وإيران وطبعا ما حدث بهذه النقطة تحديدا مد إيران روسيا بالمسايرات دفع البنتاجون إلى التأكيد بأن إيران لا تصدر الإرهاب للشرق الأوسط فقط وإنما أيضا تصدر الإرهاب لأوكرانيا أيضا وحول التلويح الروسي الدائم باستخدام السلاح أو اللجوء إلى السلاح النووي اعتبر رايدر أن هذا الأمر غير مسؤول عندما يصدر من دولة نووية كبيرة كروسيا ولكنه أيضا أكد أن البنتاجون لم يرى حتى الآن إشارات إلى أن روسيا تقوم بنشر جديد لقواتها أو لقدراتها النووية وأكد أيضا أن الولايات المتحدة جاهزة للتعامل مع أي سيناريو للرد إذا فرضت الحاجة لذلك إذا قامت روسيا بمثل هذه الخطوة أيضا جرير البنتاجون وعلى لسان رايدر في هذه المقابلة الخاصة أكد أن روسيا وصلت إلى حد اليأس في هذه الحرب ما دفعها إلى تغيير طموحاتها استراتيجية وأنها بالفعل امتنعت أو تراجعت عن الهدف الاستراتيجي الأول الذي كانت تخطط له في بداية هذه الحرب وهو الاستلاء على العاصمة الأوكرانية كيف وعلى أراضي شاسعة من أوكرانيا شكرا لك وفاق جباعي مراسلة الحرة من البنتاجون شكرا لك ميشيل غندور مراسل الحرة من وزارة الخارجية الأمريكية وشكرا لك هشام برار مراسل الحرة من البيت الأبيض الحرة الليلة بعد قليل سنتساءل عن تأثير التقارب السوري مع حركة حماس على الداخل الفلسطيني وكيف تنظر واشنطن إلى زيارة وفد الحركة إلى دمشق تفضل بالبقاء معنا